موسيقى تمثل جائزة الاقتصاد الاسلامي من اهم مبادرات مركز دي باي لتطوير الاقتصاد الاسلامي اطلقت الجائزة في نسخة الاولى في 2013 وإلى اليوم لجنة التحكيم استلمت أكثر من 1100 طلب على مدى الخمس سنوات اللي طافت للجائزة والمرشحين يمثلون أكثر من 47 دولة وهذا طبعا دليل على أن الاقبال على قطاعات الاقتصاد الاسلامي والمساهمين لتطوير قطاعات الاقتصاد الاسلامي يمثلون الدول الاسلامية والغير الاسلامية أيضا فتعتبر طبعا جائزة الاقتصاد الاسلامي من اهم المبادرات الوالد رحمه الله حصل على الجائزة بناء نظرا للعمل المصرف الذي قامه خلال حياته والبالغة أكثر من 80 سنة في العمل المصرفي والمالي تواجهه في عام 2005 بتأسيس بين بنك اسلامي وبنك البلاد في المملكة العربية السعودية كما أحب أن أتقدم بشكر الجزير باسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوذراء رئيس دبي فيسحكم الدبي على منح الجائزة وغرفة تجارة دبي وللقائمين على الجائزة اشتركوا في القناة